أكدت دراسة اقتصادية أن أسواق العقار السكني في دول الخليج تشهد شحا في العرض وتناميا في الطلب خصوصا أن زيادة عدد السكان وارتفاع دخل الفرد يغذيان الطلب على الوحدات السكنية وقالت الدراسة التي أعدها المركز المالي الكويتي أن أسواق الكويت والسعودية والإمارات والبحرين تشهد حاليا قصورا في عرض الوحدات السكنية وأضفت دراسة أن السوق العمني واجه زيادة في عرض هذه الوحدات بينما تتجه قطر فعليا نحو أزمة زيادة العرض نظرا إلى الارتفاع الكبير في عدد الوحدات السكنية الجديدة